أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس وليك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري أكد الناطق الرسمي باسم محاكم ولاية سيدي بوزيد والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية جابر الغنيمي أن هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد أصدرت حكما نهائيا يقض بنقض الحكم الابتداء الصادري ضد صاحب المدرسة القرآني بالرقاب بعدم سماع الدعوة والقضاء مجددا بثبوت إدانة المتهم والحكم بسجنه مدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل مع المراقبة الإدارية مدة ثلاث سنوات مع الخطية بمبلغ خمسون ألف دينار وحرمانه من مباشرة الوظائف المدنية والاقتراع وللتذكير فقد أصدر مجلس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد سابقا حكما يقض بعدم سماع الدعوة في القضية التي اتهم فيها صاحب المدرسة القرآنية وذلك على خلفية جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال القصر والعمال القصري للأطفال والاتجار بالبشر موسيقى 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 المترجم للقناة 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 ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم وإلى اللقاء